اشتركوا في القناة باب في المخنسين باب في المخنسين يقول المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبوك المعشيبة صحيح المصنف من نسيقات الأثبات لا لا أستغفو الله السناء تقول أستاذي أسند إلي بعض من تحنات كمحة المجلسير وأظن أن البعض غش ماذا أفعل أظن أو غلبة الظن الإجابة السناء لو كان غلبة الظن حضرتك أن أو غش أعطي أقل ما يكون من درجة نجاح وإن كان هذا ظن وليس غلبة ظن لا تعمريه بالظن لا تعمريه بالظن إلا سكان هناك القرارة المحتفة تزبط ذلك كما قلت أعطيه درجة نجاح فقط الأكل المستحب لأن الإجماع صارف له يا راجيها هذاك الله ما أحد قال بأنه عندما يكون الحصاد واجب الأكل منه هذا بالإجماع بالإجماع في المخنثين المخنث هو كما تعلمون الذي أشكل على أن يكون رجل أو امرأة والمخنث أيضا ترى فيه النعومة والتقصع ما هو من التكسر التخنيس من التكسير مفهوم؟ وطبعا أنا أفهمكم مسألة مهمة جدا وهذه الأطباء يصوبوني أو يخطئوني إذا كان التكسر هذا خلقة لا يأثن به المر تراه ناعما تراه يتكلم بتقصع هكذا هكذا إن كان أما إن كان تكلفا منه فهذا هذا الذي يأثن به جزاكم نخر المخنثين كما قلنا قال المصنف حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف قال حدثنا وكياعوكي أبن الجراح الرئاسي وهو من سادات المحدثين من الأساطين قال عن هشام بن عروة هذا من الثقات الأزبات روى له الجماعة حديثه بالمدينة أقوى من حديثه بالبصرة عن أبي عروة بن الزباير عروة بن الزباير كما قلنا هو من الفقاء السبع وكان رجلا تقيا نقيا فحلا محدثا فقيها قال ابنه قال هو كان يصوم يوما ويفتو يوما ويقوم الليلي عن زينة ابنة أم سلمة رضي الله عنها وارضاه عن أم سلمة رضي الله عنها وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فسمع مخنثا وهو يقول لعبد الله بن أبي أمية إن يفتح الله الطائفة غدا دللتك على مرأة تقبل بأربع وتدبر بثماني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوه من بيوتكم وفي رواية عن أبي رضي الله عن أرضاه لعن المرأة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المرأة تتشبه بالرجال والرجل يتشبه بالنساء وفي رواية لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال المخنث أن يجب الخطقة وخطقة النساء في ميوعاته في نعوماته في كلامه يتكسر وتراه يتكلم كالنساء فإن كان من أصل الخلق كما قلنا هذا لا يأسم إذا كان من أصل خلقاته فإنه لا يأسم على ذلك ولا لوم عليه لأنه الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعى وإن كان بخصد منه وتكلف فهو المذموم فهو المذموم يتكسك كالنساء فهو المذموم ويأسم بذلك بل يشتد إثمه وهذا كبير من الكباب مقصود هذه الحديث بأسرها أن المخنث والذي يشبه المرأة في التكسر والنعومة أو يعني آسف في اللفظ يعني ميوعة طريقة الكلام لأن النعومة هذه معروفة على النساء ليس على الرجال فهو يرفع بصوته كنمب الصوت يعني فالمخنث إن كان لا أرب له في النساء يجوز له الدخول على النساء إن كان لا أرب له في النساء يجوز له وهجوز تطرح أيضا بعض ثيابها إن كان لا أرب له في النساء أما إن كان إن كان يعلم مواطن الجمال في المرأة ومفاتن المرأة فهذا لا يدخل على النساء بحال الأحوال لأن النبي ما نهى أن يدخل عليهن إلا بعدما سمعه يقول فإن امرأة فلان تقبل بأربع وتدبر بثمانين تكلم على مواطن الجمال في قوامها وجسدها فقال تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال صلى الله عليه وسلم أخرجوه من بيوتكم فإذا كان من وصفي يفهم منه أنه يعرف مواطن الجمال في المرأة ومفاتن المرأة وهو بذلك يصف هذا الوصف على جمالها فإنه كما قلنا لا يدخل على النساء وكان بعض المخنثين يدخل على أمام المؤمنين على أنه من غير قريب الإربة من النساء وأنه أبله لا يعرف أمر أمر النساء فلما قال قالته التي سمعها النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي لا يدخل عليكم لا يدخل عليكم وأمره ترضي هو طبعا هو يقول تقبل بأربع وتدبر بثمانية على ما قال بعض العلماء في بطنها أربع عكا وهي الطيات والثناية الحاصلة من ثمانية وبدناتها فإذا أقبلت رؤية مواضع بارزة متكسرا بعضها على بعض وإذا أدبرت صارت تلك الأربع ثمانية يعني من الخلف من جهة الأطراف المتجمعة عامة هذا أيضا إذا يظهر يظهر للمرة التي فيها بعض البدانة وهذه أيضا دلالة على أن العرب كان يحبون هذه الصفات في النساء كان يحبون هذه الصفات في النساء ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وما قال وسرد على صاحبي وقال ابنة فلان ويقصب ذلك بعدها ابنة غيلان قال إنها تقبل بأربع وتتقبل بثمانية قال لا يدخل عليكم هذا لا يدخل يكون هذا أبدا وعدم الدخول هنا أمان أمان لأنه بذلك قد يعرف مواطن الجمال في المرأة فيصف هذه المواطن للغير فيصفت الحجاب في ذلك الذي وضع من أجل أن تحجب المرأة عن الرجل وفي قول لعن الله المتشابين والرجال بالنساء والتشبه هنا في الخلقة مزموم مخالف للفطر السليمة الرجل رجل وله سماته وصفاته التي يتشبع بها ويحبها والمرأة كذلك ولهذا المرأة الراجلة مرأة ملعونة المرأة الراجلة مرأة ملعونة لأنها تخالف الفطرة فطرة الله التي فطر الناس لا تبديل لفطر الخلق الله وهنا لا تبديل خلق الله هذا خبر يرد به الإنشاء يعني لا تبدل فطرة الله وقلنا وقلنا العلماء يفرقون بينما كان خلقة بنوا له صوت رقيق أو له بعض النعومة خلقة هذا لا يأسم أما الذي يتكلف ذلك هو الذي يقع في مثل هذا وفيه التشبه ويقع في اللعن تحت اللعن لعن الله المرأة الراجلة لعن الله المتشبهات بالرجال من النساء وقد قال علماءنا وهذا أجدا عده الزهبي كبير من الكبائر أن المرأة تتشبه بزيها التي تلبسه بالرجال بأنها ملعونة المرأة تتشبه بزيها بالرجال ملعونة لذلك بعض من الشيخنا عشق صحيح رحمة الله عليه من عالم مبدع مجدد لهذه الأمة أمر دينيها صلى الله أن يكون في جنات ونهر في مقاعد صدق كان بينهى المرأة أن تلبس البنطال العجيب أنا سمعت وهو يعني يقول الشاب قال له يا شيخ ده أنا أتمتع بمرأة كي لما تلبس هذا الثوب البنطال يعني أتمتع بنيها عندما أراها ترتدي قال قال له كلمة وإن كانت قوية لكن لترى أن الشيخ معاه يعني الأمر قوي عنده جدا بأن المرأة تلبس البنطال متشبهة بالرجال وهي وقعة في الكبيرة لأنه هذا تشبه وتشبه كبير من الكبائر وابن زهبي قال ذلك قال المرأة التي تتشبه بالرجل في المشية وفي طريقة الكلام وفي الزي أنها ملعونة أنها وقعة في الكبيرة عدها من الكبائر لذلك الشيخ قال لا لا تلبس البنطال فلما رددها عليه وقال أتمتع رؤية بها بالبنطال قال تلبس ما تلبس شيئا تبقى هكذا ما تلبس شيئا تتمتع بها أكثر دون أن تلبس البنطال والحقيقة أن مسألة السراويل مسألة مشتركة مسألة السراويل مسألة مشتركة يعني المرة أن تلبس البنطال نعم لها أن تلبس البنطال لأن هذا ذي مشترك بين أرجال وبين النساء طيب الفوائد المستمبطة مدار الأحكام على غلبة الظن هم يرون أن هذا المخنس لا أرى بلاوه في النساء لذلك كان يترعي فلما ظهر منه أنه يعرف مواطن الجمال طرده مخالفة الفطر كبيرة من الكبار من تكلف شيئا حوسب عليه نعم ترجمة نانسي قنقر